الحمد لله إلى حد الساعة قمنا بالانتهاء من تعلم أساسية لغة بيثون الجزء الأول قمنا بالانتهاء من الجزء الأول قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني الذي سيكون المهم جدا أننا سنتعرف على الدوال على البرمجة كأين التوجه كثير من الأشياء قبل الانتقال دعوني أول شيء نقوم بإنشاء سكريبت أو تحدي أو تمرين لكي نقوم باستخدام الأشياء التي تعلمناها في الجزء الأول مثل الاف والوايل والانبوت والبعد الدول في هذا التحدي أو في هذا السكريبت علينا أن نقوم بوضع كود يقوم المستخدم بإدخال أي رقم أو أي عدد إذا كان الرقم أو العدد زوجي يتم طباعة دابل يعني أنه زوجي وإذا كان العدد أو الرقم فرضي يتم طباعة بريم يعني أنه أولي أول شيء نقوم بإنشاء متغير هذا المتغير عبارة عن يعني أنت أنبوت لأنه سيقوم بإدخال يعني عدد أو رقم يعني أنتقر يعني أنبوت في هذا الشكل ثم سنظهر له رسالة أنتر يور نامبر في هذا الشكل يعني الآن سيقوم المستخدم بإدخال الرقم الآن علينا أن نضع العمليات الخاصة بنا هنا نستعمل أولا الـ إذا كان الـ يعني كيف نعرف أن العدد زوجي أو فرضي يعني سهلة جدا إذا قمنا بقسمة العدد أو الرقم على 2 وكان الباقي يساوي 0 الباقي يساوي 0 فهو زوجي وإذا كان الباقي يساوي عدد هدو هدو leftover أو رقم غير صفر فهو فرضي يعني إذا قمنا بقسمة 6 على 2 فإن الخارج هو 3 والباقي هو صفر إذا 6 عدد زوجي إذا قمنا بقسمة 7 على مثلا 2 فالخارج يساوي 2 لكن الباقي يساوي 1 إذا سبعة ليس بعدد زوجي وإنما فرضي إذن هنا نستخدم رمز المئوية المئوية يعني أنه يقوم بجلب الباقي للقسمة يعني إذا كان الأي قسمة إثنان الباقي يساوي سفر يعني قلنا بأن في الشرط نضع رمز تساوي مرتين إذا كان يساوي سفر سنقوم بطباعة برانت دوبل دوبل يعني زوجي ونقوم هنا بوضع إيز إيز نقطتين برانت بهذا الشكل برايم بهذا الشكل يعني سهل جدا يعني هذا الرمز المئوية يعني الباقي يجلب الباقي الباقي للقسمة يعني قلت له إذا كان الباقي للقسمة يعني قسمة إي على إثنان يساوي سفر ستتم طباعة زوجي إذا كان العكس سيتم طباعة فردي سنقوم بتشغيل الكود يعني أنتريو النومبر ماذا إذا قام بإدخال مثلا ستة دوبل ستة عدد زوجي سنقوم بالخروج وإعادة سكريبت من جديد إذا قمت بإدخال سبعة يعني بريم فردي إذا قمت بإدخال مثلا أربعمائة وسبعة ستة وسبعون دوبل يعني زوجي إلى الحد الآن ممتاز لكن علي أن أعطي الحق للمستخدم بأن يقوم بإعدادة سكريبت كما يشاء يعني دون أن يقوم بإعدادة الرن يعني مثلا إذا قام بإدخال سبعة يعني ينتهي البرنامج يعني أن يقوم بالخروج من الرن ثم يقوم بتشغيل الكود من جديد يعني هذا يعني ليس شيء احترافي هنا نستخدم ما يسمى بالwhile أول شيء أقوم بإنشاء متغير يعني option يعني اختيارات يساوي يساوي الwhile يعني yes يعني يساوي yes الأو يساوي yes هنا أضع الwhile while إذا كان الـ o يساوي yes إذا كان يساوي yes قم بتشغيل هذا الكود يعني سيقوم بإعدادة الكود أولا شيء علينا أضع أربع فراغات لكي يكون هذا الكود يعني داخل الwhile 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 أوكي إذا كان الـ o يساوي yes سيتم يعني إعادة script لكن هنا يعني أن أقوم بإظهار يعني input أو إظهار رسالة له بأل هل يريد أن يقوم بإعدادة script يعني الـ o يساوي input يعني الـ input بهذا الشكل يعني replay يعني هل تريد الإعادة بهذا الشكل مثلا وسأقول عليكم بالضغط على yes إذا أردت إني الإعادة وإذا أردت الخروج قم بالضغط على no أوكي لالحد الآن كل شيء مأفوما سأقوم بتشغيل الكود دعوني إخوان أرى ما هناك خطأ ما سأقوم بإدخال 6 مثلا قال له يعني 6 يعني زوجي ثم أظهر له رسالة أخرى يعني replay هل تريد الإعادة yes no إذا قم بالضغط على مثلا الـ while لكن عليه أن يقوم بالضغط على capital يعني إذا قم بالضغط على small سيتم الخروج لذا نستعمل ما يسمى بالـ upper يعني رأيناها سابقا أنني كيف أحول حرف أو جملة يعني من small إلى capital إذن هنا أقوم بالضغط على dot upper يعني أي حرف قام بالدخال سيتم تحويله إلى capital أوكي الآن سنقوم بالضغط على 6 double الآن سيقوم بالضغط على yes يعني قام بالدخال while small لكن البرنامج سيقوم بتحويلها إلى capital يعني إذا قام بالدخال 8 double yes إذا قام بالدخال مثلا هذا الرقم double yes إذا قام بالدخال 9 prime yes إذا قام بالدخال مثلا أي رقم سيقوم بجلب يعني له هل هو زوجي أو فردي إذا قمت بالضغط على no سيقوم بالخروج إذا قمت بالضغط على no سيقوم بالخروج يعني هذا الـ script فقط رأينا يعني كيف ممكن أن نقوم باستخدام while والif يعني والunput يعني بصناعة script يعني فقط هذا script بسيط جدا يعني ممكن بلغة Python أن تقوم بصناعة سكريبتات يعني سواء رياضية أو يعني سكريبتات تقوم بشيء معين فقط يعني قوموا يعني بفهم بفهم فقط الضورة جيدا وإن شاء الله ستقوموا بصنع سكريبتات يعني رياضية أو سكريبتات علمية أو سكريبتات يعني أي script تريد أن تقوم بإنشائه ستقوم بإنشائه بلغة البايثون انتظروا الجزء الثاني من أساسية لغات بايثون يعني الجزء الثاني شيء مهم جدا لأننا سنتعلم الفانكشن الأو بي يعني برمجة كأن التوجه الموديل يعني الكثير من الأشياء وشكرا